بسم الأب الأمن والروح القدس إلى الواحد أمين النهاردة الجمعة من الأسبوع الأول للصوم الكبير ونبدأ كعادتنا بالنبوات حوالين موضوع أنا ما أنا من سفر التسنية لموسى النبي إصحاح ستة وجزء من سبعة بيقول لتكن هذه الكلمات جميعها التي أنا أصيك بها اليوم في قلبك وفي نفسك قصها على بنيك كلمهم بها إذا جلست في بيتك وإذا مشيت في الطريق وحين تنام وحين تقوم واكتبها علامة على يديك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك يمكن الحضر الحلقات اللي فاتت بقوا يقولوا الحكاة صعبة إزاي الواحد ينسى نفسه كده أسهل طريقة تخلي الواحد ينسى نفسه أنه يملى دماغه بكلام ربنا لأنه لو كلمة ربنا شغالتك هي أدرة تغيرك هي أدرة تحررك من ذاتك وده اللي واضح حتى من وقت شريعة العهد الأديم خلي الكلام ده في دماغك احكي بيه مع أولادك علقه على أبواب بيتك لما تقعد تتكلم فيه لما تنام تقعد تفكر فيه لما تقوم من النوم تستدعيه وإنت ماشي في السكة تحكي فيه كل ده وصايا ربنا ليه رب كده لو اليهود كانوا عملوا كده ما كانوش هلك إنما اليهود للأسف زي ناس مننا ذاتهم شغالتهم رغباتهم ركنوا الشريعة وركنوا كلام ربنا وبقوا يفكروا زي ما الناس بتفكر عاوزين ناكل أكل حلوة من بتاع مصر وهم في مصر كانوا مزلولين عاوزين نعبد آلاء نشوفها بعينينا زي مصر وعملوا عجل دهبي ومشوا في سكة غلط إذن النهاردة عندنا تدريب عملي للتخلص من سلطان الزهد الواحد لازم يزود الإنجيل شوي وفرصتنا في الصوم نتعود وقت الإنجيل يكبر معنا ونكمل بعد الصوم بحيث كلمة ربنا تشغلنا وعشان تشغلنا لازم نتكلم فيها ما تبقاش بس بنسمع ولا بنقرأ لا لازم نحكي في كلام ربنا لازم نجيب سيرة ربنا في كلامنا مع أولادنا ومع الناس اللي بنحبوهم وإحنا ماشيين في الشارع وإحنا بننام وإحنا بنقوم وإحنا بنأكل دايما كلمة ربنا شغلانا وبعدين بعدها على طول يقول احذر أن تنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر عارفين نهارده نقولها إزاي؟ احذر أن تنسى المسيح اللي مات عشانك احذر أن تنسى الروح القدس اللي سكن قلبك احذر أن تنسى جسد ربنا ودمه اللي بتاكله احذر أن تنسى أنك أنت عضو في الكنيسة ومكتوب اسمك في السماء احذر أن تنسى أنك أنت النهارده ابن ربنا ولازم تبقى شابهو احذر لأن أول ما بننسى الكلام ده خلاص الواحد بيعيش كأنه بني أدم عادي يفكر زي ما الناس بتفكر وزاته تتحكم فيه وكأن كل اللي عمله ربنا ده راح تقيمته لو النهارده مشينا مع الإريات وتاني بفكركم كل الإريات فيها إنكار النفس بس الشاطر اللي يطلع إنما ناخد مثلا جزء من الإبراكسيس سفر أعمال الرسول النهارده يقول إيه كانوا يبيعون مقتنياتهم ويقسمونها على الجميع بحسب احتياج كل واحد وكانوا كل يوم يواظبون معا في الهيكل يكسرون الخبز في كل بيت ويتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب علاقة وثيقة بين إنكار النفس والبساطة لما الواحد ينسى نفسه تلقوه تلقائي تلقوه بسيط مفيش حسوكة مفيش الكعاة مفيش الحسابات المستمرة مفيش الناس تقصد إيه وبتقول إيه وعملوا إيه مفيش كلام ده فهنا الشعب الأولاني كان عنده إنكار نفس كان كل شيء عندهم مشتركا ودي علامة من علامات إنكار النفس إنه محدش بيقول دي بتاعتي ولا دي حكتي ولا دي مسؤوليتي والنتيجة لكده كانوا دايما مبتهجين وبساطاء عايشين كده ببساطة زي الأطفال زي الملايكة فكانت سمة واضحة في الكنيسة بيتكلم عنها القديس لقى من أول صاح 2 النهار ده إحنا مش بنشوف البساطة دي بالسهل بتلاقي الناس كده حطة مسافات بينها وبين بعض والكلام كده مش طالع بتلقائية واللي جوه غير اللي برة وفيه تمثليات كده مستمرة إيه ده كله ده ده كله ده لإن الزاد بتحكم الناس لو عشنا بإنكار نفس هنعيش كأننا ملايكة في بعض محدش فينا عارف يقول مين اللي ليه ومين اللي عليه وكلام ده كله بتاع ناس لسه مدقتش إنكار النفس بابتهاج وبساطة قلب برضو في علاقة بين الاتنين لما الواحد يبقى قلبه بسيط ومن جواه كده هادي بيبقى مبتهج نعرض بصوا للناس كلها تلاقوها كئيبة ومضطربة وعصبية وقال لأنا ايه ده ده لأن دمخهم تعبقوا الزاد كبيرة إنما لو كل واحد رامي الحملة على ربنا وناسي نفسه تماما ومجغول بس إنه يرضي ربنا تلاقوا الدنيا سهلة اوه في شعار كده كان قاله القديس يحن زهبيل فم زمانه ونزل في كتاب مشهور ليه من زمان قوي طبعا من روح الإنجيل لما قال ايه لا يقدر أحد أن يؤذيك إن لم تؤذي أنت نفسك لا السياسة ولا الناس اللي حوالينا ولا المفاجآت ولا الضغوط المادية ولا مشاكل الدنيا ولا حاجة من دول تأذيك إما كنتش أنت تأذي نفسك تأذي نفسك لما تبقى أنت مسؤول عن نفسك تبقى دماغك هي اللي بتسوقك وذاتك هي اللي بتحركك إنما لو أنت مسلم لربنا وناسي نفسك خالص ولا حاجة من دول تقدر تقرب نحيطك لو انتصرنا يا حبائي من جوانا على نفسنا ننتصر على أي شيء من برنا وفيش حاجة تقلب كياننا أبدا إلا زوتنا أي اضطراب وقلق وكآبة وحزن وضيق وعصب كل ده نابع أنه جوه في مشكلة مش بر بدليل أن في ناس عايشة في ظروف أصعب مننا مبتهجة وبسيط يبقى هنا المشكلة مش بر المشكلة دايما جوه لو دخلنا بقى في مزمور وإنجيل النهاردة يقول أنا على رحمتك توكلت وهتلاحظوا لو تأملتوا في قراءات الصوم عموما مزامير كتير قوي فيها معنى الاتكال على الله لأن الاتكال على الله مرتبط جدا بإنكار النفس ما هو الواحد بينسى أو ينكر نفسه ويحط كل الهم في ربنا ربنا هو اللي شغلني فناسي نفسي ربنا بحاله ومحتاله يعني هو وولاده وملكوت وهو ده اللي شغلني أنا على رحمتك توكلت يعني أنا مش متكل على نفسي أنا مش متكل إن أنا أعرف أنا ما بعرفس أنا مش متكل إن أنا هقدر ولا إن أنا جربت ولا إن أنا مش هتكل على ده كل أنا هتكل يا رب عليك أنت رحيم أنا مش هتكل إن أنا بقى كويس عشان الدنيا تبقى كويس لا انا هتكل على رحمتك عشان الدنيا تبقى كويس انا مش هتكل ان انا اتصلح وبعد كده يبقى لي عين اطلب منك انا هطلب منك حتى لو انا وحس لاني على رحمتك توكلت فالاتكال على رحمة ربنا علامة حقيقية من انكار النفس احنا شايلين شي لفوق دماغنا ربنا بفاتح ايده بيقول الدنيا ولادة شيل عنكم احنا كل ما نيجي ننزل الشيلة نقول لا حسن ما يعرفش يشيل خليني انا شيلة انا واثق في نفسي اكتر انا اللي هعرف اشيل وطبعا عمالين نقع ونتعب وننهج وربنا بيقول يا ولاد ادوني ارموا اي شيلة انا ما عندي اسمونسكين انا ما احنا مش مستأمينينه مستأمينين نفسنا لاننا معرفناش لسه ننكر نفسنا لو الواحد كفر بنفسه هيعرف يؤمن بربنا لو الواحد ادرك عجزه تماما وشطب على ذاته خالص هيعرف يحط كل حاجة في ايد ربنا بنفس المعنى ييجي انجيل لوقا النهاردة يكلمنا عن الصلاة يقول لما اسكان يصلي في موضع انقفر لما فرغ قال له واحد من تلاميذه يا رب علمنا ان نصلي طبعا كلكم عارفين ان المسيح ساعاته علمنا ابانا اللذي وبعدين علمنا اللجاجة لانه بعد النص ده قال فلو جي واحد لو واحد صاحبه في نص الليل يخبط عليه قل له اقردني تلت ترغفة لان جالي صديقي في نص الليل هيقول له انا معي العيال في الفرشة ومش عارف اقوم اساعدكو هيبضل يزن يزن قال لو ما كانش هيقوم عشان صاحبه هيقوم عشان بيزن عليه فكأن ربنا بيقول زنه زنه هنا معناها التحرر من الذات مش هيجي من مرة تصلي وتقول يا رب شيل مني ذاتي دي لا دي عاوزة زن دي عاوزة ناخد طول الصوم نقول له يا رب حررني من دماغي من ذاتي علمني انكر نفسي زيك علمني ابقى زي حبة حنطة تتحط في الارض وتداس عشان تأتي بصمر في المستقبل انما احنا مش غويين اللجاجة اللجاجة اصلها ضد برضو ايه الزات والكبريات انا ذاتي تصعب علي ما انا صليت وما اسمع ليش ما تصلي تاني حصل ايه لا انا صليت وتزللت وهو ما سألش فيه لا انت ما تزللتش انت اللي قرمتك تعباك ما تصلي تاني وتالت ورابع ومية حصل ايه ما هو ربنا عارف هيتدخل امتى وهيستجيب امتى يقول ايه في النص هنا يقول اقول لكم ان لم يقم ويعطيه لكونه صديقه فلاجل لجاجته يقوم ويعطيه ما يحتاج اليه وانا ايضا اقول لكم اسألوا تعطوا وانا في واحد ساعات يقول طب ما انا سألته ربنا ما ادنيش اللي انا عاوزه انت مش عارف انت عاوز ايه ده احلى حاجة تطلبها اقول له انا بسألك يا رب شيل مني ده الغلط ده شيل مني البرنامج ده اللي محركني طول الوقت كرمتي رغباتي مزاجي شهواتي اناتي فانت اسأل في ده اطلب ده اطلب الحرية اطلب الشفاء من هذا المرض اطلب الامتلاء بالروح القدس اللي هو عكس خالص عبودية الزهد اقرعوا يفتح لكم عمركم حد راح خبط على باب خبطة ومشي ولا بيخبط ويستنى مفيش رد يخبط تاني مفيش رد يخبط زيادة شوية ويفضل يخبط لانه مفيش باب تاني ما عندناش باب تاني نخبط عليه غير ربنا وربنا بيقصد يتأخر عشان نقعد نخبط لان الصلاة عمل من اعمال انكار النفس وانا لما بصلي بطلع بره نفسي بنسى نفسي بنشغل بربنا مفروض الصلاة الحقيقية كده وبحط كل حاجة قدام ربنا في الصلاة كل ده بيغزي انكار النفس زي ما قال القديس بولس لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفق العقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع لإلهنا كل ما جد وكرام الأبد اشتركوا في القناة